بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد العنبياء والمسلين نتحدث هذه الليلة عن الدولة القمينية والدولة البغدادية أوجه الشبه والاختلاف المسمى أو من يدعي الخلافة البغدادية يدعي بأنه خليفة المسلمين وهو في الحقيقة شيطان خوارج لا أحد من السنة يقر له بالخلافة بينما في إيران قد سبقه الخميني بولاية الفقه وهي مساوية للخلافة يدعي أنه ولي الفقه وأن الشيعة في جميع أسقاع الأرض يجب أن يتبع ذلك الوليد وهو حقق نجاح في هذا لذكاء ذلك الخميني وأنا أتحدث عن الخميني وليس علي خامنائي بل روح الله الخميني وهو روح الشيطان والعياذ بالله حقق نجاحات معينة لأسباب كثيرة أولاً أن من يتبعه هم الشيعة والشيعة ثبتة في التاريخ بأنهم يحبون الخرافة يتبعون كل ناعق وكل ناحق فالخميني هو أحد من نظر لذلك وصدقه الشيعة واتبعوه إما في الناحية الثانية بالنسبة للبغنالي فهو يدعي الخلافة على أهل السنة وأهل السنة لا يتبعون كل ناعق وإنما يتبعون الدليل فما دليل البغنالي على أنه ذلك الرجل الذي يجب على السنة أن يقتل به وأن يكون خليفة عليه وهو زنديق خارجي هذا أما بالنسبة للدولة وتوسعها فالخميني سمى ثورته الثورة الإسلامية والبغدادي سمى دولته الدولة الإسلامية فالخميني يقول ببقاء الثورة ويقول بتمددها بمعنى تصدير الثورة البغدادي أيضا يقول بأن دولته باقية وتتمدد الخميني وضع أذرعة له أو أسس أذرعة له في العالم العربي على نحو حزب الله حزب الله في الكويت حزب الله في السعودية حزب الله في اليمن فهو منذ أن أنشأ تلك الدولة أو تلك الثورة بنى العملاء أو أسس لعملاء داخل العالم العربي لأجل أن يصدر تلك الثورة البغدادي يعمل الشيء نفسه فعنده الآن مبايعين في المغرب العربي وفي أندروسيا أو ميليزيا وبوكو حرام أخيرا باعت ذلك الخليفة الزنديق فهناك تشابه ما بين الاثنين في هذه الناحية القميني كما كنا أنشأ تلك الجماعات في العالم العربي بأهداه وبطريقة ذكية جدا ليست كما طريقة البغدادي أنشأها في جنوب لبنان بحجة معادات أو محاربة إسرائيل وأنشأها في اليمن بحجة أن الزيديين أو الحوثيين يضطهدون من قبل السلطة وأنشأها في وأنشأها في العراق بحجة محاربة الأمريكيين فهم أذكياء في إنشاء تلك المجموعات والقميني هو ذكي شيطان ذكي بينما البغدادي رجل أحمق لا يعرف في السياسة من شيء فالدليل في ذلك أن ذلك الأحمق البغدادي عاد الجميع وهدد الجميع ولم يكن له أي صديق في أي بقعة من الأرض بسبب حمقه فقد دخل إلى العراق وربما كان البعض يريد أن يستخدمه كشوكة في نحر إيران يقاتل الروافظ ولا يقاتل السنة وبدأ الإعلام يقول أن هناك ثورة سنية وربما أراد أن يستخدم ذلك الزندير وثم يقضي عليه ذي ما بعد لكنه أبى إلا أن يهاجم الأكراد ويقطع روس الأمريكيين ويهدد أنه سيصل إلى روسيا فهو أحمق بكل ما تعني الكلمة وقلنا أن بالنسبة للعمالة كلا الرجلين عاملين للغرب فالخميني أتي به أتي بالخميني لأسباب معينة فعندما الملك فيصل رحمه الله جمع المسلمين بعد المشكلة التي حصلت في القدس وإحراق اليهود للقدس الشريف بدأ بدأ الملك فيصل في جمع المسلمين وكانت بوادي لذلك الرابطة الإسلامية أو منظمة المؤتمر الإسلامي فما كان من الصهاينة إلا أن يأتوا برجل يشقع عصى المسلمين يدعي أنه الولي الفقير وأنه المنقذ للشياعة فيصبح هناك صراع ما بين السنة وبين الشياعة ثم حرب الثلاثة والسبعين عندما انتصر العرب على إسرائيل كان ذلك النصر دليل على شيء من التوحد عند العالم العربي والتكافف وأنهم حددوا العدو المشترك وهو إسرائيل فلا بد أن يؤتى بعدو آخر يشغل العالم العربي ويصبح العالم العربي يتجه أو يحدد عدو آخر أكثر خطورة من إسرائيل فما كان من الغرب إلا أن ساعد في إنشاء ثورة القمين بالنسبة بالنسبة للبغدادي أيضا هو أتي به أو صنعه الصحاينة لأجل أن يشوه المسلمين سمعة الإسلام وأن ينشئ حروب طائفية وربما استخدمه وربما كان من أهدافهم أيضا هو إضعاف الشيعة وإضعاف تلك المكونات التي ترتبط بإراء ولكن الرجل أحمق بكل ما تعنيه الكلمة لا يخدم أحدا بل يهبق نفسه بنفسه أعني بذلك البغداري الجماعات المسلحة في العالم العربي لماذا ندع هذه رؤية وليست في مجال المقارنة لماذا ندع لإيران أن تسلح الشيعة في العالم العربي لماذا لا نقول لإيران كفى تسليحا للشيعة في عالمنا العربي فمثلا حزب الله الآن الذي يدعي محاربة إسرائيل الآن هو يحارب في سوريا وليس في إسرائيل فهو يخدم أجندات فارسية ليس له دخل باستراع العربي الإسرائيلي لا من قريب ولا من بعيد فهؤلاء هم خدام لأجندات الروافظ لأجندات إيران أرقومينية فلماذا نسمح لهم بأن يفعلوا ذلك وفي اليمن أيضا كما نرى الحوثيين يهددون والجولة تأخذ دولة فربما يرى السنة مثل البغدادي أو غيره يقول أرى هؤلاء يتعايشون مع المجتمع والدول العربية تقبلهم داخلها ويصبحون دولة داخل الدولة فلماذا لا أنشئ أنا دولتي أيضا فيجب القضاء على تلك الجماعات التي داخل الدول العربية وتعمل على تقويض تلك الدول وتعمل لأجندات خارجية إذا كنا نريد أمن عربي مشترك إذا كنا نريد أن نحسن الأمن العربي المشترك فهذا هذه رؤية بالنسبة لهذا الوضع وأختم بذلك وأقول إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر